موسيقى 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 مهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة علامامين ان شاء الله تكونوا بخير وهيد اضحى مبارك للجميع مازلنا مستمرين في دورة بلوغر اللي انطلقنا فيها الأسبوع الماضي كما قاعدين هنا تشوفوا الفيديو وان شاء الله باش نستمروا الآن في الفيديو هدايا باش نقوموا بشرح كيفية نقدموا ونحطوا اقسام رئيسية واقسام فرعية في الموقع الخاص بنا في موقع بلوغر لكن اقبل هدا اه نخلي لكم للبليليست يعني اي فيديو نقوم بنشره على مدونة بلوغر والشرح وبرشة حاجات اخرى نحكيها على بلوغر تلقاوها في البليليست هذية في القائمة هذية اللي هي الربح من البلوغر تدخلوا هوني بليليست وتلقاوها نخلي لكم زادة رابط مع المقالة اللي كتبتها معنا نكون نخلي لكم البليليست هذي خلينا اه نرجعوا لكن اقبل لما نبدأوا الشرح في طبيعة الحال ما تنساوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس بش يوصلكم كل جديد يخص العمل وربحهم انترنت من قناة عالم امين ولعنده واي استفسار واي تسأل يجب متواصل معنا على صفحة رسمية الخاصة بنا عالم امين على فيسبوك حسابنا على انستجرام الرابط القاوة في صندوق الوصف وخلينا نمشيوا الموقع الخاص بنا اللي انشأناه اللي هو مدونة امين التجربين كنا انشرنا اه جملة مش مقالة اه تو نشوفوا الواجهة متاع الموقع الخاص بنا نضغط افيشي البلوغ اظهر المدونة وهذه وجهة الموقع اللي خليناه وخلينا سكريبت وخليناه نمور كل ما ما شبتوها منذ نقاط الاستفهام معادية اللي ينكسر هي تصلح ونجمو نغيروهم انا قبل ما نقوم بانشاء الفيديو هذا عملت بعض التحديثات وجربت العديد من الامور يمكن تغيرت لكن نجمو نغيروهم في اي لحظة كانت بشكل بسيط وهذا اللي بش نقوم مويه بالشرح اللي حبي يحمل القالب هذا الرابط التحميل ومع تكتبت مقالة على كيفية انشاء مدونة مجانية تلقاوا الرابط في صندوق الوصف نمشيو نرجعو للبلوغر ونمشيو احنا شنو بش نغيرو سامحون نرجعو هوني هدوما الاقسام الرئيسية والفرعية وكان صديق زادة في القناة كان قام بتعليق وقال كيف نغير هوني الاقسام معده كانت شروحات كيفاش نغيرها اه اذا عملنا اللي بينا الطلبة متاعه ودعو بش نشوفوا كيفا نغيروا الاقسام الرئيسية والفرعية احنا بش نغيروهم من اه من المكان هدا لكن قبل ما نغيرو تمشي نمشيو يلزم نقوموا بانشاء مقالات وتسميات يعني انت بش تعمل مثال خمسة ستة اقسام رئيسية لازم تقوم كتابتها تقوم كتابة الاقسام الرئيسية والفرعية هونية مثال بش نجربو اه الربح من الانترنت مثال على سبيل المثال وانت كان مع الموقع الخاص بك اخبارية تجم تعمل اه اخبار جديدة والاخبار وطنية فرعية فن وحصيلوا الاقسام احنا بش نجربو الربح من الانترنت هوني اعتبارة عملنا مقالة مثلا هوني تكتبوا العنوان هوني المقالة بتضع تحالس بكم ان تعملوا اه اقل من معتها تكتبوا فقرة وتحطوا صورة دون حق نشر في فيديوهات القادمة هلين نشرها كل اسبوع على بلوكر نضطوا على بيبليه نشر ونضغطوا على كونفيرمي بش نقوم بالعملية ذي تلاثة والا اربع مرات نوفي الارتكل كالعادة بش نعملوا الاقسام اللي حسنا بها مثال هوني نعملوا جوجل ادسنس جوجل ادسنس هذو ما اللي بش نقوموا بيه بش نلقاهم ان شاء الله في القناة وبعد ان نحطوهم في الاقسام الرئيسية والفرعية دون نشوفوا الطريقة كيفاش تكون ضغطوا على بيبليه كالعادة ننشروا ونوافقوا مثال احنا عدنا جوجل ادسنس مثال الربح من اليوتيوب ولا الربح من بلوكر ولا الربح من مودوني مثال هوني كتبوا الربح من الربح من اليوتيوب نشوفوا نمشيوا له الموقع الخاص بنا ونعملوا هوني تحميل للصفحة مرة اخرى وشنشوفوا التسميات ولا اللي بيلاي ظهروا في الموقع الخاص بينا وهذو ما بش نشتغلوا عليهم بعض كما قاعدين نشوفوا هذو من الاقسام نحن نحبوا نوصلهم للمكان هذي كما قاعدين نشوفوا الصور احنا ما نشارلوني صور لكن اللي هم هذو هما بش نشتغلوا عليهم منين المكان اللي نجموا نغيروا منهم نضغطوا على باش نغيروا العملية هذي وكما قلنا نمشيوا هذي نضغطوا على واحنا مثال اه هذا مش نغيروا هذي مثال الرئيسية هوني بالترتيب ترتيب معنا تب الاحرف معنا تل وقالنا العكس من الف الى الياء خليوا هكاكا مش مش مشكلة اه به مثال احنا قسم الرئيسي الاول اللي باش نعملوه نضغطوا على القلم هذي ونضغطوا اه جوجل ادسنس مثال على سبيل المثال جوجل ادسنس وهذه المثال هو قسم رئيسي وفي اقسام فرعية نخليوا الهاشتاج هذي عادي جدا ونضغطوا على الاقسام الفرعية الخاصة بي اللي هي شنية اه مثال احنا الربح من اه الربح من اليوتيوب اه نمشي هوني كذلك الربح من اليوتيوب هوني الربح من اليوتيوب الربح من اليوتيوب ونعملو الشارع هذي نغيرو اللغة الفرنسية ونعملو رقم ثمانية تلقاوها في اعلى الكيبورد هوني الوريل نجيبوه الوريل الخاص بالربح من اليوتيوب نضغطوا على الربح من اليوتيوب وننسخوا اله الوريل هذي الرابط هذي الخاص باليوتيوب كيموني قاعدين نشوفو ننسخوه ونخليوه في المكان المناسب نضغطوا على انرجستري كذلك احنا عنا الربح من المدونة نفس العملية نفس العملية نقوم بها الربح وهوني معتها معلومة مهمة مثال هذا القسم الرئيسي اللي هو يلزم يكون اسفلهم اسفلهم اللي هما الاقسام الفراعية مثال كان جاءت الربح من اليوتيوب اعلى بالشكل هذيها تتحكم فيهم اسفل واعلى اعلى واسفل تولي ما تظهر لكش هوني في قسم جوجل ادسنس يعني ماذا بكم القسم اكيد اسمكم تعملوا هكا القسم الرئيسي في الاعلى والاقسام الفراعية اسفل القسم الرئيسي بطبيعة الحال هوني بش فتال بش نقومه بانشاء قسم رئيسي جديد ما علينا نلوظه هكا والي هو الربح من الانترنت نكتبوا الربح من الانترنت الربح من الانترنت الانترنت ما추لتش ونجيبوا الرابط الخاص بيها كالعادة من المدونة مثال هوني ربح من الانترنت ونجيبوا الرابط الخاص بها مرة اخرى ونخليواها في المكان المناسب اتبقال ونضغطو على ونضغطو على حفظ باش نشوفو النتيجة الان شوفو الاقسام كيفاش ولد وانت بغيرت رئيسية نعملو كالعادة ونشوفو النتيجة كيفا كانت وهذه القسم الربح من اليوتيوب الربح من المدونة وهوني الربح من الانترنت كقسم رئيسي منفرد مثال معتا نكتبو الربح من اليوتيوب نضغطو على الربح من يوتيوب بشتجيني المدونة اللي انشأناها في الربح من اليوتيوب اللي هيدي مثال الربح من الانترنت تضغطو على الربح من الانترنت معتا يضللنا معتا المقالة اللي كتبناها على الربح من الانترنت هذا كان شرحنا كيفية انشاء الاقسام الرئيسية والفرعية في القالب هذي المذكور ان شاء الله الاسبوع القادم نقوم بتحسين القالب نقوم باضافة مثال ما نحن ولا السياسات الخصوصية وزادة بش نعملو فيديو اخر كيفان نكتبو مقالة صحيحة تقدر توصلنا انو معتين المدونة متاعنا تتقبل في جوجل الى لقاء ان شاء الله في فيديوهات قادمة تخص العمله بالربح من انترنت من قناة علامة مين الربح من بلوجر كذلك ان شاء الله نقومه بنشر دورة على الربح من اليوتيوب والمواقع المجانية الربح من انترنت الربح الدولارات الربح العملات الرقمية بيتكوين وغيره وخلافه ان شاء الله في مجالات اخرى كبيرة وعملاقة من الربح من انترنت الى لقاء وان شاء الله في فيديوهات قادمة ترجمة نانسي قنقر